أصعد الله أخذكم إخواني أخواتي بكل خير معكم ليندا عبر خانة أنوثتي جيجي خانة الوصفات الطبيعية المجربة وتعليم الحلاقة وتجميل إن كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا الاشتراك عبر ضغط زر الاشتراك وتفعيل جرس ليصلكم جديد الوصفات فور نزولها أول حاجة بتعليكم فترة كبيرة لإني كنت ننزل شبه يومي راح نديركم فيديو على شغبة إن شاء الله ونفهمكم التفاصيل المملة ونحكم بلانة شوي لكن أنا اليوم إن شاء الله كان عندي تجربة في هذه الفترة اللي كنت قادة شبه حاجر منزلي مع أنه خلاصا نخرجه كذا لكن كان عندي تجربة مع واحدة حاجة انتشرت في اليوتيوب أول حاجة راح نقول لكم باللي جفاف الشعر التساقط والفورش والبيبي هير هذا الشعر اللي يخرج لكم من القدام ما يعادش يخرج وهذا دليل إنه راح يبدأ الشعر ويطيح كذلك عدم طول الشعر والكثافة أهم حاجة الكثافة يعني تغثي شعرك كما يقولوا عنا ولكوحة شعر وغاثي يعني كثيف المهم هذي المشاكل كلها تحلتلي في أسبوع واحد أول حاجة أنا نعتبرها كمعجزة لأنه أرواشي إنه شوف شعري هكام سبسب ناعم كما يقولوا نحنا كل شعره وحدها بالإضافة أني خرج لي البيبي هير أو هذيك شعيرات في الأمام والفراغات اللي قد تطيح لي من القلقة والعصبية بالإضافة أنه كيمة الكيراتين بالضبط وش استعملت في هذه الفترة فقط الأرز المخمر كنت قبل سعملت الأرز بوحدة طريقة مع طني حتى نتيجة لكن اليوم نعطيكم الطريقة الصحيحة اللي راح تخليكم بتاع الصح يعني شعركم يطول ينعم وكذلك هنا حاجة مهمة باش ما يعني تقلقوا شبهكم إنه هذه الوصفة أطلق للرجال للنساء للبنات الصغار يعني صغار للحوام المرضيعات لإنه مادة طبيعية مئة في المئة مش نزيدين عليها حتى حاجة فبالتالي منظور حتى واحد بالإضافة الناس اللي حابة ترتب شعرها وتكسلوا طليل الشعر مكسلة كأنك ملسيتها هذا روعة 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 والناس اللي عندهم شعرهم كيرلي ولا عندهم الشعر الإفريقي أيضاً حيشوفوا تحسن كبير نبدو على بركة الله أول حاجة حنجيبوا الأرز النوع تاعه هذاك الأرز اللي جاي صغير اللي فيه كمية النشاء كبيرة وبعدها وش نديروا يا لبنات حنجيبوا ماء معدني ولا ماء مغلي بزاف وبردناه علاش لأنه حابين نتخلصوا من متل كلور لكلور أيضاً يساهم إنه الوصة ما تعطيكم مش حتى نتيجة من الأحسن نجيبوا لترا تعمى أي تكفيكم نجيبوا الأرز نغسلوها غسلة واحدة متكثروش عليها تغسيل بالماء البارد ثم بعد ذلك اوش نعملوه راح نجيبوا أي كونتينر ولا عبوة زجاجية ولا قرعة ولا في نفس قرعة الماء نديروا كيلة أرز اللي مكيلتين تعمى ونحطوهم لمدة ثلاثة أيام في مكان دافئ كيما الكوزينة متحطوشوا في الثلاجة بعد وش نديرو راح نجيبوه للمكان تاعنا اللي حنخبوه فيه اللي هو الثلاجة لأنه أول حاجة نعطوله فرصة يتخمر ويدير واحدة الراحة علش يسموه مخمر يدير واحدة الراحة هكا كيما الخميرة هذك هو المطلوب تفهمنا أم بعد وش نديرو نقوم بتصفيته ووضعه في حاجة تكون ترش رش على الشعر علش بش يعني سهولة فقط واللي يعني عندها القصة وإنها تقدر ندير بيدها يحارة هالمهم لبنات نحكموه نديروه في هذه القرعة وكل يوم أنا كنت الرش رش وما طبعا يقولك أغسليه كل يوم أنا ما نقدرش نغسل شعري كل يوم لأنه شامبوه يهلك الشعر نغسل كل ثلاثها أيام والطريقة تعغسل الشعر مهمة جدا بش يعطيكم النتيجة عطتها لي هو إنه جيبوه شامبوه ديروه عصره صغيره خلاه مع الماء ونحركوه ملح وجوست نشلو بيك إنك حتشل شعركي إنه أصلا ماء الأرز راح تلاحظوا إنه سحبليكم الزويت الزائدة واشبدليكم عفوا هذيك القشرة جبدليكم كامل الأوسيخ لي في الشعر راح تشوفوا أصل يعني إنه تأجب عينيكم وراح تشوفوا واحد اللمعة يا لبنات في الشعر آه نوما تهبل 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 يعني ما عندي ما نقول لكم والآن طبعا تحسبوه هي نسيت لي نسيت شبعا أقول لي ما راكم تتابعوا فيه إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما بخير أنتم مركب عزيز عليها لدرجة كبيرة كمية الرسائل تعال الحب اللي تصينوني عبر الماسينجر والجروب وهنا يعني ما تصوروش ورح نبعث تحية خاصة الكوكا من جيجي الناس جيجي الكامل لحبكم متعليكم أصلا جيجي عندها معزة خاصة في قلبي ثاني حاجة نبعث تحية لكم البلاد لي في الغرب الجزائري سأكون وهران مع اسكر غيريزين تلمسين ولا في الجنوب الكبير ولا في الشرق ولا في الوسط ولا في العاصمة نسلق العاصمة رهم مسيطرين على الطريقات ولا نسلق باي الحلوين لعسل تيزي وبجاية وناس شاوية علينا نبعث لكم تحية لبناتها لأنه أنا كشاص نحب دائما إنسان يحبني على الأقل على الأقل نتفكر ولو بكلمة فنتمنى أنه المحبة تعنات دائما تتواصل إلى مالا نهاية وهنا وصلنا 380 ألف مشترك قريب نص وربعمائة ألف ونصف مليون هو القول تاعي أو الهدف والجروب تاعنا لأول مرة في الفيسبوك يوصل 300 ألف مشترك في ظرف ثلاثة شهور يا سلام من أروع الأشياء يعني البنات رهم يحبوني يزيدوني في حبابيتهم شكرا لكم ونرجعوا للماء المخمر تعالأرز النتائج راح تشوفوها رهيبة رهيبة خاصة الناس يشعرهم جاي ويفي يعني هاكا جيم طاعش كيرلي أو مسمى مجاعد من تحت يهب اللي بناتي ليسيه ينعمو يفرق الشعر شعر كي هنا حاجة باش نكمل ها لكم قبل ما نقفل الفيديو تاعنا واللي هي مهمة جدا ماء الأرز للناس يشعرهم كيف حاتي أنا جيف من تحت ومن فوق راهو جاي دهني الفروه دهنية كما تعرفوا اللي بناتي تتبقوا فيها يعرفوا فهذا ما يأثرش عليهم خلاه يعني ما قد قلقوش رواحكم كل ما عليكم بعد ما تغسروا شعرتهاكم لازم عليكم الزيت والشعر من تحت ياب كارينا ياب زيت اللوز الحلو ولا بأي زيت حسب لون شعركم ديمة زيت حسب لون الشعر والناس يشعرها جيف فركزوا معي إذا تقدروا تشروع زيت الجوجوبة زيت الجوجوبة من أخف الزيوت اللي كان حطوها على شعرنا يتشربوا بسرعة ويرطب الشعر الجيف جدا ويرطب البشرة إذا تشروع زيت الجوجوبة ما عندكمش تخدمو زيت البناني ما عندكمش خلاه تديروا أي زيت عندكم يعني حسب لون شعركم تفهمنا المهم بعد ما تغسلوا الشعر تحكم وتكملوا أيقوش تديروا تروحوا شوية كعليديكم تسخنوهم مليح مليح وتدهنوا به الشعر باشر الأرز الناس يشعرها جيف بزيف ما يأثرش عليها إن شاء الله يكون فتكم بالأرز المخمر لازم تشموا فيها ريحة كي تخمروا هزوكا قربوا عن نيف تاعكم أياء وشموا مليح مليح وبعدها تلقوا في حد القرص هي هيك ناقصة صفوا وخدموا به وإن شاء الله يعطيكم نتيجة إفكاس وفكرتوني إنو كترشوا تقدروا ترشوا صباح العشية في الليل يعني ثلث مرات كيف أنا عملت أنا إنسانة مستعجلة ونكرها المداومة كي يقولي واحد المداومة نفشل فكنت استعمل صباح وعشية في الليل أعطاني نتائج هائلة وحبيت نفيدكم حبابيتي إن شاء الله يا ربي إذا كان عندكم حتى أنتم وصفة شوفوا لبنات إحنا في العالم متاع الوصفات كل واحد ممكن يكون جرب حاجة النفعات وحطوا هنا في التعليقات مع ذاكر شعاركم يعني أسكوا ره وجاف ولا ره دهني ولا ره يعني مجعد ولا أرطب حطونا في التعليقات بلا ما ننسى أنه قبل ما نقفل نخليكم في صندوق الوصف عفوا الأستغرام قناتي الثانية واتحالوا في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته